صباح الخير الجميع راح نعمل اليوم مراجعة سريعة على الفايل اللي اخذناه موضوع الفايل وراح نكمل في الفايل مع النصوص او الـ characters انه انا لو بدي اخزن string او نص الى الفايل وبيدي اقرأ من فايل طيب احنا كنا في تعريف الفايل دائما نيجي نعرف الفايل بالطريقة هاي بنستدعي الفايل وبنستخدم وبنعرف pointer اسمه فايل او شو ما بدنا بنسميه هيك انا عرفت الفايل بعدها بدي اجي اعمل فايل open هنا عندي فايل open وهنا بدي اجي امرر هسا اذا عندي فايل مسجل انا ممكن او موجود ممكن استخدم واقرأ منه واذا ما عندي وبيدي اكتب فايل فهنا بعد اكتب اسم الفايل مثلا لو بدي اخزن ارقام بدي اسمي numbers nums dot txt وهنا عندي فاصلة وعندي w اللي هي بدي افتح فايل من نوع w اللي هو انا بدي اياه للقراءة كمام والريدنج طبعا عندنا الار لو بدي اقرأه فقط للريدنج طيب انا هنا عندي ال w طبعا هنا باجي بكتب الفايل تساوي file open يعني افتح للفايل وخزنه بالمتغير اللي انا عرفته اللي هو file طب لو بدي اكتب جوه الفايل ايش بدي اعمل file printf رح استخدم هاي الميثود او function file printf وهنا اسم الفايل فاصلي نوع ال data اللي بدي اكتبها اللي هي مثلا انتجر اذا انا بدي اكتب مثلا اكثر من الرقم عندي انتجر انتجر وفاصلي اخر اشي مثلا هاي الارقام عشرة فاصلي عشرين لو بدي اخزن to integers بالفايل عندي وبعدين اخر شي بعندي file close دائما بديش انسى ال file close اني انا اسكر الملف بعد ما اكتب جوهاته او اقرأ منه فهنا بعمل run تمام اشتغل عندي بدون مشاكل لو بدي اروح افحص اذا ان ال file موجود او لا باجي هانا على folder عندي وين انا بشتغل او اذا بكون محدد اذا بدي اخزن في مكان معين باجي هانا بحط الباث يعني مثلا C مثلا my folder او يعني شو مكان بحط الباث كامل واذا ما حطيت الباث راح يخزنه وين انا بفتح ملفات او او اين بشتغل في ال project scene طب هانا عندي النمز هاي اللي انشأته انا هاي عندي عشرة وعشرين الرقمين هذول طيب لو بدي اقرأهم عن طريق اللوب ايش بعمل بدي اعرف الفايل كمان مرة هاي مرة بدي افتحه للقراءة open عندي file open وبدي اياه نفس الملف نفس الملف نفس الملف نفس الملف ويندي فاصلي هاي المرة بديها للقراءة عشان اقرأ منه وبنهي وهانا عشان اقرأ حكيت انا ممكن استخدم ال while يعني باجي بحكي while بنيج مستخدم file end of file هاي الفونكشن file end of file بمر عليها اسمي الفايل تبعي هسا إذا أنا وصلت لنهاية الفايل رح ترجع لي واحد إذا ما وصلت لنهاية الفايل رح ترجع لي رح تضل ترجع لي صفر فبالتالي بدي إياها أنا أنا بدي اللوب يشتغل طالما أنا مش واصل لنهاية الفايل فبدأ عمل نفي إن طالما أنا مش واصل لنهاية الفايل إيش أعمل اقرأ لي من هذا الفايل بعطيني هنا file scanf وهانا في scanf بدي نفس الإشي بدي أمرر إيش الفايل وفاصلي شو اللي بدي أقرأه بدي أقرأ مثلا integer وهانا وان بدي أخزنه بدي أخزنه بدي أكون عرفت متغير أخزن فيه بدي أعرف مثلا integer x وهانا بدي أجي أحكيله and x أنو خزن إياه في x وهانا يجع طبع لي إياه عشان أتأكد أنه موجود x تمام وهانا باك سلاش n وهانا بدي x ثبع لي إياها عشان أتأكد إنه قرأ من الملف بشكل صحيح ولا لا فهاي الوال لوب هاي وبعد ما أنهي الوال لوب هاي بكتب له إيش كمان مرة فايل close نسكر الملف اللي أنا كنت أشتغل فيه ولو جي تعمل ترن آه ما طبع لي إياهم أو أنه معناها ما أقرأ صح خلينا أجي أشوف إيش أنا عندي إيش كان ناقص فايل سكان إف طيب فايل سكان إف وبرينت إف آه الإشكال اللي عندي إنه أنا ما استخدمت نوع الكاركتر هانا لازم أكتب إيش دي إنه من نوع إنتجر وهسا بجرب هاي طبع لي هم عشرة وعشرين لأن هذولا أنشأت منفه خزنتهم جوا جيت قرأتهم وعرضتهم على الشاشة طبعا لو بدي أعرض هذا حكي في الر أو أخزن من الفايل داخل مصفوفة بتوقع الموضوع سهل هاي جربوها إنتو اللي بدي أعملون هنا إنه أنا بدي أعرف مصفوفة هنا خارجية وهنا آجي أكتب إنه المصفوفة تساوي بعد ما أقرأ بقيمة إكس بحكي المصفوفة تساوي إكس الرأي للآي تساوي إكس يعني بدي أكونت عملت معها بالطريقة هاي طيب الجزئية اللي بعد اللي هي للتكست لو أنا هانا تعرفت أنا بدي أخزن أرقام وأقرأ أرقام طيب لو جيت أنا خلص أنهي هنا خليني ننزل هذول تحت وأنا بدي أقرأ المرة هاي تكست بدي أجي هنا أعرف فايل بدي أكتب فايل وهنا بدي أعرفها تكست فايل عشان أغير على المتغير اللي عملته تحت طبعا هذي لازم يكون بوينتر تكست فايل وبدي أجي أكتب هنا إنه تكست فايل يساوي فايل أوبن بدي أعرفوا هاي المرة أو بدي أسميه my info.txt بدي أطبع في بينات وبدي إياه من نوع writing عشان أكتب جواته طيب هسا الفرق اللي عندنا هنا بدي أكتب مص أو نصوص جوة للتكست هال فباجي فايل printf نفس ما كنت قبل وهي الأرجومات بطلع ليها إنه أنا بدي فايل بدي أمرر فايل هاي الفايل مرر عفوا أنا سميته text file مررته وهنا عندي constant character اللي هي إيش نوع الفايل أو إيش نوع data أنا هنا string عندي بدي أخذ النص فبتالي بدي أعطي string s بدل d اللي هي integer وهنا النص اللي بدي بدي أكتب له مثلا هان today today is monday خلاص أنهيت وهنا backslash لو بدي أضيف نص ثاني نفس الإشي بدي أكتب إيش أبدي أعمل كوبيباس للي فوق هان بدي أجي أحكيله هنا file printf text file ونوع s هو string وكتب لي إنه c c programming هاي النص الثاني وهنا بنهي وآخر إشي بدي مثلا أضيف هنا عندي بيرزيت university بنهي وبأسكر طبعا بدي شانسي كمان هنا عندي file close بدي أسكر file سميت أنا text file وبعمل close طب هسا لو بدي أجي أتأكد أنا إنه طبع عندي أو ما طبع بدي أعمل run بالأول بس أنا بديش خليني أعطي اللي تحت دولا خلص أنه تهيت منهم أنا بديش يضلوا يطلعوا لي فباجي بعمل خليني أطلعهم وهنا عندي أعلم عليهم خلص هيك بدي أعطيهم comment خلص هيك بطل يشتغلوا عندي طب بدي أجي أعمل run كمان مرة خلص أما أعطني إش أي مشاكل كمان مرة أعمل run هاي الشاشة ما أعطاني أي مشاكل فأنا بدي أروح على الفولدر أشوف هل عمل ملف ولا لا هاي الملف اسمه my info عمل لي وخزلني في البيانات طب من فيكم بيعرف ليش حط اليام كلهم جن بعض مش تحت بعض اللي بدي يعمل أنا أنا هنا ما حطيت backslash لازم أضيف backslash in لنهاية كل سطر طبعا آخر إشي ما في داعي آخر سطر خلص هو نهاية الجملة أو نهاية الفايل فما في داعي أحطه ل new line أعمل المؤشر أشر لتحد فآخر واحد خلص ما في داعي فأنا هنا النصوص اللي قبل بدي أكون معطيهم backslash in ولو جيت هس هان عمل run ورحت فحصت الملف يفترض إنه ما يعطيني إياهم زي قبل بدي أرجع لملف تبعي هنا بدي أفتحه فهي شايفين today is Monday see programming بيرزيت university هنا في عندي شغلي أنا لو بدي أضيف بينات أو لما أنا أفتح ملف أضيف بينات يدويا بإيدي يعني زي هيك أنا بدأ أكتب my name is anas أنا كيف الback slash in أو كيف new line بيطلع معاي مجرد أني بضغط enter شايفين enter هاي اللي أنا ضغطها أنا لما أجي في نهاية السطر وأكبس على enter وينزل لي تحت الenter هاي عملت لي back slash in أنا أنا ما أشوف ها بس الكمبيوتر هو بيقرأها وبتتخزن في الكمبيوتر تمام فأنا هنا لما جيت عن طريق اللغة أنا جيت many وليضفت لكل واحد back slash in لكن إذا أنا بشتغل على الملف شكل مباشر مجرد أني ضغطي على enter هو عمل back slash in وعمل new line فهنا أي سطر دائما في نهايته في back slash in لكن أنا ما بشوفه الكمبيوتر هو بيفهم وبيقرأوا أنا خلاص بدي أحدث سيف بدي شي اللي عدلته طيب بدي أرجع حسا خلاص أنا هيك خزنت ملف وأموري تمام بدي أقرأهم هسا بدي أجل نفس الاشي بدي أعمل أو أجل أكتب الفايل اللي أنا عرفته فوق اللي هو text file بدي أحكي له يساوي file open نفس الملف my info dot txt وهان المرة هاي بس بدي آش reading مش writing نيك هاي reading عندي وهانا بدي أجل أعمل ال while نفس الاشي file end أو file هانا ودي أمرر text file حكيت هاي رح ترجع لي طالما أنا مش وصل لنهاية الملف رح ترجع لي false فأنا بدي العكس بدي إياها بدلا ما هي false طالما أنا مش لنهاية الملف فدلا ما يكون false يكون true فطالما أنا مش وصل لنهاية الملف إيش أعمل طالما أنا مش وصل لنهاية الملف شو اللي بدي أعمل هال بدي أستخدم طالما أنا بتعامل مع string حكينا عن gets وال bots صح gets قبل وحكينا عن bots هاي المرة أنا ما بدي أستخدم gets لحالا بدي أستخدم fgets أو اللي هي file get مش get character هاي get s اللي هي file get طيب بدي أحدد اسم الفايل اللي بدي أقرأه تمام أنا بدي أكون حددت اسم الفايل اللي بدي أقرأه أو عنوان المكان اللي أنا بدي أخزن عليه فبالتالي أنا هنا يعني منعكس تختلف شوي عن scan f اللي أخذنا قبل إن أنا كيف بدي أقرأ من scan f لا أنا هنا شو بلش معاي بلش معاي خلينا أمحي هاي بلش معاي بال character اللي هو أنا ايش وين بدي أخزن طب بدي أخزن أنا ما عملت متغير عشان أخزن جوا فبدي أجي هنا أرجع أعمل car بدي أسميها str string وهنا 100 سعتها 100 عشان أنا مش عارف كدش حجم النص اللي موجود عندي فهنا عرفت متغير str سمعت string أنا بدي أجي أول إشي وين بدي أخزن خزنت في string هنا بعدين معطيني integer اللي هو كدش الحجم اللي بدك تقرأ ه size اللي بدك تقرأ ه فبدي أعطي 100 وآخر إش اسم الفايل اللي هو text file واضح هاي الثلاث options اللي عندي إنه أول إشي وين بدك تخزن اللي بدك تقرأه بعدين شو size وبعدين اسم الملف يعني هما عكس اللي أخذناهم في scan f طيب خلاص أنا هيك قرأت هسه بدي أطبعهم عندي على الشاشة عشان أشوف وبدأ استخدم bots وإيش أطبع string عشان خزنت جوة str string بدي أطبع هم أشوف طيب خليني أعمل run أشوف شو بطلع معي على الشاشة هاي اطلع معي today is Monday C programming BZ University هسه إذا لاحظتم بس في شغلي غريب عندي هنا إنه أعطاني فاصل أو سطر بين كل وحدة ووحدة حدا بعرف ليش عشان back slash and أشوي تمام هو السبب السبب لأنه البوتس هاي اللي ما نستخدمها هي بتحط back slash in أو هي بتضيف new line إنه هاي البوتس لما تيجي تطبع بتطبع وبتحط اللي new line فأنا عندي شو اللي بصير عندي أنا عندي هي حطت اللي new line وأنا في نهاية كل سطر عندي new line تمام فإيش زيك بس يعني هذا هو السبب إنه ليش في مسافات بينهم مثلا وجيت استخدمت هنا print f وجيت هنا كتبت s وهنا عندي str هنا ممكن نختلف الإشي خلينا عطي البوت أجمل run شايفين هنا ما أعطاني back slash أو ما أعطاني الفرغات الفرغات ليش زي ما حكيت لكم لأنه الفايل أنا عندي بنهاية الفايل في home spaces طبعا ما بتأثر علي وما فيها أي مشكلة لو أنا استخدمت ها بس أنا عشان باب إنه لو بدي أعرف ليش طبعا هان نفس الإشي أنا بدي أجي لو إنه بدي أخزن في array هذي أنتو تجربوها لو أنا بدي أخزن في array بدي أعرف array قبل وأجي هنا أكتب نو array تساوي array عشان أخزن كمان فيها مجموعة من النصوص